بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الحلقات التي نناقش فيها هذه المواضيع المهمة التي تشغل بالا المسلم باستمرار تضخ في كل يوم قدرا كبيرا من المعرفة التي تدخل في ثقافة المسلم يستطيع من خلالها أن يتعامل مع مفردات الحياة أن يفهم كتاب الله أن يقف على الأحكام الضرورية التي تساعده في العبور إلى الآخرة بإذن الله ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة أما رقمكم أو رقمنا مع بعض إن شاء الله تعالى فهو 24954611 فأهلا و مرحبا بكم أهلا و مرحبا بكم فضل الشيخ حياكم الله و أهلا وسهلا بكم و أحيي الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيد آمين الأخ سلطان أبو سعيد يسأل ما الحكمة من تبديل مفردات الخطاب في الآيات التالية و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين و جاء رجل من أقصى المدينة يسعى في سورة القصص الملفت أن كليهما وردتا في الآية عشرين من كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالذي يظهر أن في قول الله تبارك وتعالى و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى بيان للموضع الذي أتى منه هذا الرجل المصلح الناصح فهذه الإشارة بشبه الجملة من الجار والمجرور المتعلقة بالفعل جاء تشي بهذا المعنى و ذكر أو بيان الموضع الذي جاء منه يناسب سياق هذه القصة في سورة ياسين ثم نجد في سورة القصص أن الله تبارك وتعالى حينما قال و جاء رجل من أقصى المدينة فلا يلزم منه أن يكون مجيئه من أقصى المدينة لكنه هو ينتمي إلى أقصى المدينة هو ينتسب إلى ذلك المكان لكن لا يلزم أن مجيئه كان من أقصى المدينة هذا هو الأقرب الأظهر في ما ذكره المفسرون أما هذا التوافق في رقم الآية الكريمة فلا ينبغي أن يحمل فوق ما يدل عليه لأن القصة غير القصة في سورة ياسين ذكر الله تبارك وتعالى و اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى آخر السياق القرآن يتحدث عن حادثة لم يسم لنا فيها أسماء الرسل هؤلاء و للمفسرين في بيانهم كلام كثير لا حاجة لنا به لأن ما طوى الله عز وجل عن ذكره في هذا السياق طواه قصدا لحكمة يعلمها فلو كان في الكشف عن أسمائهم منفعة مبتغى لبينها لنا كلام الله عز وجل أما في سورة القصص فهذا الرجل هو من يعني كما يظهر من السياق أنه من قوم فرعون جاء محذرا لموسى عليه السلام بعد حادثة القتل الخطأ ثم الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين الباغي الذي كان من بني إسرائيل مع الرجل من قوم فرعون و نشر ذلك الرجل الباغي الإسرائيلي لما حصل من موسى فعلم هذا الرجل المؤمن ما يكيده به و يأتمر به جند فرعون لقتل موسى فجاءه محذرا فالقصة مختلفة تماما نعم يمكن أن تكون هناك صلة بل الظاهر أن الصلة واضحة جلية في هذا المذكور في سورة القصص نعم بمؤمن آل فرعون في سورة غافر نعم فيبدو أن الصلة قوية و أن هذا المؤمن هو نفسه هو نفس الرجل الذي سرد لنا القرآن الكريم المواعظة و الحججة البينة الظاهرة التي أقامها على فرعون و جنده و آل فرعون في سورة غافر نعم أما سر التوافق العددي في رقمي السورة فلا يظهر لما يمكن أن تطمئن إليه النفس و الله تعالى عالم أكثر من هذا التوافق العددي نعم إذا بما أنكم ذكرتم مؤمن آل فرعون في خطابه لآل فرعون أو لفرعون و حاشيته ذكر موضوعا يتعلق بالإيمان المصرحي إن صح التعبير إن كان صادقا إن كان كاذبا فعليه كذبه و إن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم التخيير بهذه الصورة ما الذي تفهم فيه من الأحكم هذا ليس من التخيير في الدعوة إلى الإيمان قدر ما هو إقامة الحج عليهم ببيان منافع الإيمان و محاسن العاقبة باتباع موسى و ما جاء به و ما يمكن أن يصيبهم من عواقب سوء إنهم تنكبوا لهذه الرسالة نعم و هذا الحوار بينه و بينهم جدير بالدراسة نعم إذ يندر أن نجد خطابا لغير الأنبياء و الرسل يعرضه لنا القرآن الكريم بهذا القدر نعم فهذا نموذج للمؤمن التقي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الذي لم يسمي الله عز وجل لنا صاحبة ذكر لنا وصفة لكن هذا الخطاب بهذه الحجج البيّنة الواضحة و بهذه الجرأة و الشجاعة في ذلك الموقف صطره لنا كتاب الله عز وجل مثالا للصلحاء الأتقياء الآمرين بالمعروف الناهينا عن المنكر في مسيرة الرسالات نعم فلا ينبغي أن يمر علينا دون إمعان نظر و دون دراسة نعم جميل بما أننا دخلنا في عالم الأنبياء نعم والحوارات التي تجري معهم أبو عبد الله المعمري لديه تساؤل آخر أيضا يقول وقفت عند معنى في القرآن الكريم وهي عبارة إن كنتم مؤمنين في خطاب شعيب عليه السلام فلا يخاطب الله تعالى بها يعني بشكل عام قبل أن يأتي إلى شعيب نعم عليه السلام فلا يخاطب الله بها إلا من كان معتقدا للإيمان ولو جزءا منه فما قولكم في هذه الآيات علما بأنني لم أجدها إلا مع قوم شعيب فهل يمكن القول بأنهم كانوا مؤمنين وخاصة أن الآية خاطبتهم كما خاطبت الأقوام الذين كانوا قبلهم ويعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما الآية الأخرى في سورة الحديد فهل يمكن ذلك على اعتبار الإيمان الصلبي إن صح التعبير خاصة أنه قال وقد أخذ ميثاقكم على اعتبار الإيمان المذكور في سورة الأعراف الجواب أولا أثني خيرا على طريقته في تتبع آيات الكتاب العزيز وهذا مسلك حسن ومنهج صحيح في محاولة تدبر معاني آيات كتاب الله عز وجل أن ينظر في مفردات القرآن وفي تراكيب الآيات من السور فيقارن بينها ويحاول أن يصل إلى فهم أقرب وإلى تدبر لها فهذا مسلك حميد ونظرا لأنه تتبع هذه الآيات فيسهل الآن أن يتبين أن ما ورد في سورة الأعراف وما ورد في سورة هود في ذكر قصة شعيب مع قومه في مدين يختلف عن سائر السياقات القرآنية التي فيها هذا التذييل بخاتمة إن كنتم مؤمنين ففي سائر الآيات القرآنية نجد أن هذه الصيغة إن كنتم مؤمنين صيغة الشرط هذه تأتي عقب الأوامر والنواهي مباشرة إلا فيما حكاه شعيب فيما خاطب به شعيب عليه السلام قومه ففي الأعراف قال ربنا تبارك وتعالى وأوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين هذا في الأعراف وقال في هود ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين في هود إذن في الموضعين لم تأتي هذه الصيغة عقب الأوامر والنواهي مباشرة وإنما جاءت هذه الصيغة في الأولى قال ذلكم خير لكم في الأعراف ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين فهذا الشرط مصاحب لذلكم خير لكم هذه الخيرية لا تتحقق لكم إلا إن كنتم مؤمنين هذا هو المعنى فهو مختلف عن سائر الخطابات التي تنتهي بجملة إن كنتم مؤمنين وهي كما قال في استقرائه وتتبعه كانت لأهل إيمان لكنها في خطاب شعيب فصل بينها وبين ما تقدمها من الأوامر ومنها الدعوة إلى التوحيد لأننا نجد في الموضعين أن شعيب عليه السلام يبدأ مع قومه بقوله عبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم جملة من الأوامر ليأتي تتويج هذه الأوامر والنواهي الداعية إلى إصلاح معادهم ومعاشهم إلى إصلاح منقلبهم وما هم فيه من أمر دنياهم يأتي ببيان أن ذلك إنما يحصل لهم إن كانوا مؤمنين فهنا قال ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وفي هول قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فالقليل الباقي لكم أدوم وأكثر خيرا وبركة لكم شريطة أن تكونوا مؤمنين فلم يأتي هذا الشرط عقب ذكر الأوامر والنواهي المتقدمة وبهذا يختلف هذا الموضع هذه المواضع مع شعيب عليه السلام عن سائر المواضع الأخرى فيصعب حينئذ أن يستنتج أن فيهم بقية إيمان فطري أو صلبي كما قاله في سؤاله لأن السياق جاء مختلفا لو أنه أتى عقب الأوامر والنواهي مباشرة لكانت المسألة بحاجة إلى مزيد بحث أما وقد جاءت بهذه الصيغة فإن الأمر واضح فإن هذا الشرط جاء عقب بيان أن الخير والفضل لكم مشروط بإيمانكم إن كنتم مؤمنين فهذا في الأعراف وفي الهود على خلاف المفسرين في معنى بقية الله خير لكم في معنى بقية وانا اخترت منها ما يبقى وهو قول طائفة من المفسرين ما يبقى وهو موافق للمعنى اللغوي لأنه أدوم وأنفع وأكثر خيرا وبركة من من تطفيفكم للكيل ومن بخسكم للناس أشياءهم ومما تنقصونه من المكيال و الميزان هذا والله تعالى أعلم إذن هذا الخير الذي سيبقى لهم بالإيمان هو لفسه أظن الذي بشر به أهل السبع إذا استمروا على الإيمان نعم بلدة طيبة و ربا نعم لكن لما أعرضوا جاءهم العذاب نعم لكن الحاصل هنا هو في هذا التركيب اللغوي نعم يعني ما ذكره السائل من أن هذا الشرط إن كنتم مؤمنين يأتي مع أهل الإيمان هو مضطرد في كتاب الله عز وجل نعم ثم عجب من وروده مع قوم شعي لكنه يرد بطريقة مختلفة عما يرد بها في سائر كتاب الله عز وجل بحسب الشرح المتقدم والله تعالى كمين كزاكم الله خير نخ بدر البسعيدي يقول هذه المرة سندخل في القضايا الفقهية نعم كيف تكون صلاة العيد في الأوضاع الحالية من حيث حكمها و حكم أدائها في البيت و الخطبة و غيرها نعم القول الراجح الصحيح أنه يجوز أداء صلاة العيد في البيت نعم و هذا قول شهير لدى علماء الإسلام من مختلف المذاهب الإسلامية نعم يكاد لا مبالغة أن نقول بأنه قول الجمهور منهم نسب إلى الأحناف قول بعدم الجواز لكنه ليس لكل علماء الحنفية نعم فالشيخ أبو سعيد الكدمي على سبيل المثال نص على جواز أداء صلاة العيد في البيت و فضل أداءها في البيت على أداءها في البراز نعم والشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى وافقه في جواز إقامتها في البيت إن وجد سبب لذلك ولكن اختلف معه فيما يتعلق بتفضيل أدائها في البيت على البراز فيرى فيرى رحمه الله تعالى أن أداءها في المبارز التي تكون خارج البيت أولى من أدائها في البيت نعم و كذا هو القول عند جماهير الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة وقليل من الأحناف نعم بجواز أداء الصلاة العيدين في البيوت واستأنسوا لذلك بفعل لأنس أنه كان إذا تأخر عن صلاة العيد جمع أهل بيته فصلوا في البيت نعم ولا دليل يمنع من ذلك فقياسها على صلاة الجمعة قياس مع الفوارق الكثيرة نعم وليست هي بأشد من الفرائض الخمس التي إن وجد سبب يمنع من الوصول إلى المساجد فإنها تؤدى في البيوت جمع وأما صفتها فإنها تؤدى كما تؤدى صلاة العيدين في المصليات والمساجد نعم تؤدى بنفس هيئتها وصلاتها وكيفيتها وصفتها أما الخطبة ففيها خلاف والأظهر أنه تشرع الخطبة فبعد صلاة الركعتين بما فيهما من تكابير صلاة العيد يشرع في البيوت أيضاً أن يخطب الإمام ولو أن يقتصر على الثناء على الله عز وجل ثم كلمة الشهادة أو الشهادتين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 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 ثم الأمر بالتقوى ثم الدعاء ويختم نعم لكن إن لم يوجد فيهم من يحسن الخطبة فلا مانع الصلاة تصح ولو بدون خطبة لكن الأولى حفظ هذه الشعيرة ولئن ساغ لعموم الناس أن يترك الخطبة فلا يسوق لطلبة العلم وآهل الفضل إحياء لشعائر هذا الدين وتذكيراً لأهل بيتهم بما فيه خير لهم في عاجل أمرهم وآجله نعم إذن هذا ما يتعلق بصلاة العيد وجواز إقامتها في البيوت ولا حاجة لنا إلى الإطالة في الرد على أدلة من رأى أو على ما استند إليه من رأى عدم الجواز لأن الإشارة إلى ذلك تقدمت فالقياس على الجمعة قياس مع الفارق ثم بعض الآثار التي يروونها فيها نظر ويستندون إليها من فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض السلف الذين روي عنهم أنها لا تصلى في البيوت فيها نظر لأن هناك روايات كما هو عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجه أنه أيضا هناك روايات أنه يرى أداءها في البيوت والقياس والقياس على من فاتته في المصلة نعم يمكن أن يؤخذ منه فقط القدر الذي يؤخذ منه السعة والتيسير في أمر صلاة العيدين نعم لكنه أيضا قياس مع الفارق وإنما هذا وضع استثنائي نعم أدت إليه ظروف معينة منعت الناس من الاجتماع والوصول إلى المصليات والمساجد فمن أجل ذلك هي داخلة أيضا في الفقه الخاص الذي يتناول مثل هذه الأوضاع هذا والله تعالى أعلم بما أنكم لأن أوضحتم أنه يجوز أن تؤدى في البيوت فهل الجماعة تشترط فيها أيضا تابد أن تصلى جماعة هذه المسألة فيها خلاف يعني من قبل هل يمكن أن تصلى فرادا والصحيح أنه يجوز أن تصلى فرادا نعم واختلفوا من بعد هل المصلي منفردا يأتي فيها بالتكابير أو يصلي ركعتين فقط نعم والصحيح أنه يأتي بها على صفتها وهيئتها فيأتي فيها بالتكابير نعم لكن في مثل هذه الظروف والأحوال ينبغي أن يحرص الناس على أدائها جماعة نعم في البيوت في بيوتهم نعم دون تجمع أيضا للجيران والأصحاب والأصدقاء وإنما أهل كل بيت يؤدونها جماعة قدر المستطاع كما يؤدون الصلوات الخمس وكما يؤدون صلاة القيام الآن إن لم يتأت لهم ذلك فلا أقل من أدائها ولو منفردين والله تعالى أعلم جميل جزاكة الله خير فضير الشيخ نبدأ في استقبال المكالمات لأخ أحمد الكندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ أحمد أهلا بكم مرحبا كيف حالكم دكتور سيف شيخ أعلان كيف حالكم بخير حياكم الله بارك الله يحفظك الأخ أحمد أهلا بكم مرحبا وأنكر عليه موسى عليه السلام ذلك هل كان في شريعة الخضر عليه السلام جواز قتل النفس بسبب ما آتاه الله من علم سادق حول ما ستؤود إليه حال الغلام من إرهاقه والديه طغيانا وكفرا طيب مشكور الأخ أحمد عندك سؤال آخر شكرا قزيلا شكرا قزيلا أخ عيسى السلطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عيسى ياكم الله الله يبارك سؤال شيخ حقيقة كما يعلم الجميع أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات تعامل مع مرض كورونا نعم أصدرت قرارات تمنع فيها التجمعات واللقاءات من مختلف المناسبات نعم فالآن إذا قام أحد الأشخاص بدعوة لمناسبة معينة لأي مناسبة اجتماعية وكان من بين الفضور أحد المصابين ونقل العدوى لهذا التجمع وبقدر الله سبحانه وتعالى وإرادته توفى مثلاً أحد المصابين من تم نقل لهم هذا المرض من خلال ذات التجمع نعم فهل هنا يقع إثم بموت هذا بأنه يدخل في موت دون القصب أو دون العبد وهل يقع إثمه على صاحب الدعوة أم يكون إثمه على من نقل العدوى وهو كان يعلم في حالة أنه يعلم بأنه مصاب وشارك في هذه الدعوة أم على من صابه وتوفى بنفسه كونه هو أيضاً خالف القرار مع علمه بهذا القرار والقرار أيضاً له مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس أم لفضيلة الشيخ قول الحقيقة في هذه المسألة إذا كان أيضاً أستطرج إذا كان أيضاً في المقائب أو في نفس السياق المستهلكين اليوم سواء رجال أو نساء على ناخذ مثال من ملابس الخياطة أو محلات الخياطة فبعض منهم يضغط على هؤلاء الخياطين بأنهم يسلموهم ملابسهم فإذا سلمهم أيضاً ملابسهم وكانت فيها يعني لا سمح الله فيها هذا المرض فهنا أيضاً هذا هلوق على نفسه التهلكة بنفسه فنريد بالإمكان يؤمن التفسير إن شاء الله شكراً جزيلاً لك الله يحفظك أزاك الله خير أخ حمد العامري السلام عليكم شيخ وعليكم السلام وعليكم حياكم الله الله يتطبع مني كيف الحال طيبين جميعاً يا رب تفضل أخي شيخ لليسؤال لو تكرم كما نعلم كما نعلم شيخ أن هناك في قولين في ارتباط الإمام بالمأمومين قد تكون صلاتهم وقد القول الآخر أن ما يرتبط الإمام بالمأمومين نعم فإذا رحت على القول أن الإمام غير مرتبط صلاته بالمأمومين وصليت بالناس وبطل وضوئي يعني وسط الصلاة وأنا أصلي بالناس نعم فهل يجوج أني أكمل الصلاة ثم أسلم وأعيد الصلاة وحدي أو هل يعني أو قطعني الصلاة وأذهب خلاص أن تنتقض الوضوء وضوءك أثناء الصلاة وسط الصلاة وأنا كملت الصلاة وسلمت وثم عدت الصلاة وحدي أنا رحت على القول أن الإمام غير مرتبط صلاة بالمأمومين طيب إن شاء الله هذا سؤال الشيخ شكور أخي حمد بارك الله فيك سليمان شعيري نعم السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام الله وقال أخي سليمان الحمد لله نشكر الله طيبين الله يبارك والله عندي سؤال حقيقة فضل سؤال اللولي لما توصل للركعة التالية في صلاة التراويح في ناس بعض الأأمة يقولوا السلام عليكم نعم وبعض الأأمة يقولوا لا طيب السؤال الثاني الإفطار الشعب هل هي على الفقير أم على الكل تقصد زكاة الفطر أيها طيب إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا الله يبارك فيك أحسنت عزانا بعد هذه الأسئلة نقف مع فاصل قصير بإذن الله لنبدأ في قراءته إن شاء الله مرحبا بكم أعزائنا الكرام فضل الشيخ نبدأ مع أسئلة لإخوة ولكن قبل الأسئلة على الأقل نحاول أن أخذ سؤالا من الأخوة الذين أرسلوا في التويتر لأن أيضا في كل مرة يبعثون أسئلة جميلة السائل يقول من أبو الأميرات من نسي قراءة السورة حتى ركع وتذكر أثناء ركوعه بأنه لم يأتي بقراءة السورة فرجع إليها فما حكم صلاته ومن باب الفائدة والعلم كذلك لو لم يرجع لقراءتها فما الحكم أيضا هو ركع ركع من ركوعه نعم ركع من ركوعه لا إشكال صادف قول طائفة كبيرة من العلماء لسيما الذين يقولون بركنية السورة بعد الفاتحة نعم لكن الصحيح أنها وإن كانت واجبة ليست بركن فتجبر بسجود السهو ويصح فعله إن لم يعد إليها لكن طالما أنه شرع في الركوع فقط فرجوعه أولى في هذه الحالة أداء لهذا الواجب و لأنه لم يجاوز حدودا كثيرا و خروجا من الخلاف في المسألة والله تعالى أعلم نأخذ سؤال هنا على الأقل أيضا الأخ محم عفوا الأسم ليس واضحا أسم رمزي هل يجوز التخلص من الميتة من الحيوانات كالأبقاري و لغنام بالحرق بدل من أن تترك في الفلاة و تنشر الرواح نعم يجوز ذلك ولا أعلم في المسألة خلافا لأنها ميتة نعم فلو لم تكن من يعني الميتة لو كانت مذبوحة مذكا بقصد الأكل فإنها تطبخ نعم وتشوى بالنار وتعالج بالنار فلا وجه لاستشكال أن يتخلص منها بالحرق بعد موتها والله تعالى أعلم نزوى الرواحية تقول نسمع بعض القرآن أحيانا نسمع بعض القراء للقرآن الكريم ولا تخشع قلوبنا ولكن نسمع للبعض الآخر فيخشع القلب وترتاح النفس فهل التلاوة والترتيد دور في إيصال القلب إلى الطمأنينة نعم فحسن تلاوة كتاب الله عز وجل تورث السامعة والقارئة مزيد خشوع و إجلال لكلام الله تعالى و تحقق له العظة والاعتبار والتدبر نعم فربنا تبارك وتعالى أمر بحسن ترتيل كلامه قال ورتل القرآن ترتيلا و رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كان يطلب من بعض أصحابه كما طلب من ابن مسعود أن يقرأ له و قال له فإني أشتهي أن أسمعه من غيري و وقف ليلة يسمع لقراءة أبي موسى ثم أخبره في اليوم الثاني فقال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك للقرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود نعم و في بعض الروايات أن أبا موسى لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا فنعم لحسن التلاوة ولتجويد الصوت دون تكلف أو مبالغة أو خروج عن أحكام التجويد و قواعد التلاوة مما يليق بكتاب الله عز وجل وبتلاوته و قراءته و مما يورث مزيدا من الإقبال عليه و الله تعالى أعلم أخ أحمد الكندي يقول الخضر عندما قتل ذلك الغلام هل كان سائغا في شريعته الذي نجده في كتاب الله عز وجل أن العبد الصالح و القول الأكثر أنه الخضر هو الذي أيضا تشهد له روايات صحيحة لكن ذلك ليس محل بحثنا الآن أنه فعل ذلك بأمر من الله تبارك و تعالى فعل كل ما فعله قال و ما فعلته عن أمري فهو نفسه بيّن لموسى عليه السلام أن ذلك إنما كان بأمر من الله تبارك و تعالى طيب الأخ عيسى يقول الذي يقوم في هذه الجائحة رغم هذه التحذيرات من اللجنة العليا لكنه يقوم بدعوة الناس لوليمة معينة وبعضهم يحمل هذا الفيروس فينقله إلى أشخاص آخرين يموتون بسببه نعطي السؤال بشكل عام هل هناك إثم يترتب على الداعي و المدعو و المنقول إليه الذي حضر أيضا وأهلك نفسه التأثيم من تسبب بوجه من الوجوه في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره ثابت نعم لأنه إما أن يكون قد ألقى بيديه إلى التهلك أو أودى بالآخرين إلى التهلك إما أن يكون جلب الضر لنفسه عن عمد وتسبب أو أنه أصاب الآخرين بالضر فمن أجل ذلك كان الواجب أن يجتنب المسلم أن يأتي فعلا يكتسب أو يقترف إثما من ورائه عليه أن يحذر شديد الحذر فإصابة نفسه وإصابة غيره بالضراء وبالأذى وبالأمراض المستعصية ليست فقط مجرد إضرار مادي وإنما فيها بينه وبين ربه تبارك وتعالى جريرة عليه أن ينتبه إليها وأن يكون حريصا على أن لا يقترف إثمها لكن فيما يتعلق بالتسبب في الوفاة بالمباشرة أو بغير مباشرة فلا يمكن ولا ينبغي أيضا أن تصدر أحكام مطلقة مجملة عامة هكذا في هذه الأوضاع لا بد أن ينظر في كل حالة نظرا مستقلا فينظر إن كان هناك تعمد ومقدار الأذى وما هي الظروف والأحوال أما أن يطلق الكلام على عواهنه بأن الذي أصاب غيره وأن ذلك الغير إن أدى به الحال إلى الوفاة فإنه قاتل وينظر في نوع هذا القتل هذا لا ينبغي أن يكون على سبيل الإفتاء ولا على سبيل وضع مبدأ عام أو ضابط فقهي عام بل لا بد أن ينظر في كل قضية منفردة بظروفها وأحوالها وملابساتها وهذا لا علاقة له بما تقدم من أن التسبب في إذاء الآخرين أو في إلحاق الضر بالنفس هو مما يمكن أن يكون سببا للإثم هذا والله تعالى أعلم إذن ما يتعلق بالخياطين وغيره يشملهم الكلام نعم في كل الصور في كل الصور سواء كان في يعني مناسبات اجتماعية أو مناسبات دينية فعاليات دينية أو هذا النوع ينبغي أيضا الحذر وعدم القفز إلى إطلاق الأحكام دون تأسيس علمي وتعصيل فقهي صحيح لكن هذه الأسئلة كلها تنادي بأعلى صوت إلى أهمية الالتزام بالإجراءات والتقيد بها هناك مسؤولية دينية تترتب وهناك مسؤولية دنيوية وهناك أوضاع من عواقب لا نرجوها هناك أناس تقطعت بهم السبول الآن بسبب انقطاعهم عن أعمالهم هناك معايش للناس عطلت هناك اقتصاديات لدول معطلة فالمسألة مسألة جادة وينبغي بل يجب أن يتعامل معها بحزم هذا التهاون والتفريط يؤدي بنا إلى نتائج سوء وإلى عواقب وخيمة صدقت في أنفسنا وفي من نحب من أطفالنا وأولادنا ومن آبائنا وأمهاتنا ومن إخواننا وأصدقائنا فإن كان رجل أو إن كان شخص في ساعة وصحة وعافية وفي ساعة رزق ألا يفكر في غيره من بني مجتمعه ممن ينتظرون ساعة الفرج ليباشروا أعمالهم وليلتفتوا إلى أسرهم وليخرجوا من حالة المشقة التي هم فيها فهذا الاستهتار لا يليق بالمسلمين عموما ولا يليق بأهل هذا الوطن خصوصا الواجب فيهم أن يكونوا يدا على من سواهم وأن يظهروا التعاطف والتراحم وأن يظهروا أنهم صف واحد إزاء هذه المحنة التي يمرون بها أعلى الله عز وجل يجعل في وقفتهم هذه سببا لخروجهم من هذه الأزمة نعم جميل أظن أننا بهذا التنبيه والتحذير أيضا نختم بزاكم الله خير بارك الله وقية الأسئلة سترحل الغد بحول الله تعالى عزيزينا الكرام نشكر وإياكم فضيرة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن بهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطة نشكركم أيضا هذه التنبيهات التي تتكرر في حلقاتنا يوميا ينبغي أن تكون موضع اهتمام وأن يصي إليها الناس باهتمام فعلا لأن المجتمع بحاجة إلى هذا الوعي الكبير وبحاجة إلى إنقاذ الناس لبعضهم والبعض من هذه الجائحة ما ذكره الشيخ أيضا لا بد من التنبيه إليه هو صلاة العيد يجوز أن تصلى في البيوت ويستحب أن تصلى جماعة وليس هناك داعي أن تدعى أن يدعى الجيران أو الأسرة الكبيرة حتى يجتمعوا من أجل أن يضفي بعضهم على بعض بهجة لكن الوضع لا يسمح بهذا إنما البهجة تكون في التباعد شكرا لكم ونلقاكم بحول الله تعالى غدا إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة